يعجز اللسان في هذه الظروف الاستثنائية وهذه اللحمة الوطنية الرائعة اللي سطرت دروس العالم وأشكر كل الجهات على مجهودها الواضح الحقيقة للحفاظ على أرواح الناس ودائماً الشعب الكويتي يثبت بالأزمات إيد وحده وقلب واحد وروح وحده وبيت واحد وبالنهاية أقول لكم راح تزول إن شاء الله هذه الأزمة لكن يجب علينا الاستمرار في هذا العمل والعطاء نحن نختلف لكن نختلف من أجل إعمار هذا الوطن والله يحفظكم كويت من كل مكان نماذا